وللمزيد ينضم إلينا من الخليل أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والخبير في شؤون الإسرائيلية أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية إذن هذه التحركات في الداخل الإسرائيلي ما بين إقالة وزير الدفاع ووزير الخارجية بالإضافة إلى التحرك من قبل المعارضة الإسرائيلية هل من الممكن أن تؤثر على سير المعركة سواء كان في العدوان على غزة أو حتى لبنان رحياتي لكم والسادة المشاهدين أثبتت مسألة إقالة أن الصراع ما بين رئيس الوزراء وما بين التيارات الدينية الأرثولوكسية والدينية الصهيونية والجيشية عميقة جدا وأن الذي حدث يوم أمس وليس إقالة لوزيرة الدفاع بالمفهوم المجرد وأنه محاولة لسيطرة بن مينة نياهو على المؤسسات العسكرية والأمنية على اعتبار بأن العائلة الأمنية الإسرائيلية متكونة ومشكلة من جهاز الاستخبارات العسكرية وهو يتبع لهيئة الأركان إذن السيطرة على الجيش يعني بالضرورة السيطرة على هذا الجهاز المهم جدا في العائلة الأمنية الإسرائيلية إضافة إلى ما تسرب عن نية بن مينة نياهو يقالة رونينبارد مدير المخابرات العامة الشباك وتغيير رئيس هيئة الأركان العامة هيرت ساليبي إذن ما حدث يوم أمس ومحاولة من قبل بن يمين نتنياهو والأحزاب اليمينية لفرض السيطرة على الجيش لماذا السيطرة على الجيش؟ هناك العديد من المواقع الإبرية التي نشرت وعلى مدى الأشهر الطوال وخاصة بعد الثاني والثالث من حزيران الماضي بعد رفض نتنياهو لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمتعلقة بعادة الأسرى الإسرائيين ضمن صفقة كاملة تطبي إلى وقفاً طلاق النار ثم وقفاً كاملاً للحرب بن يمين نتنياهو رفضها المجتمع في إسرائيل حمل الحكومة بسؤولية ذلك الجيش عارض أو أبدأ وجهة نظر مختلفة تماماً إضافة إلى الأجهزة الأمنية في إسرائيل عارضت بن يمين نتنياهو الأمر الذي تسبب بحرج كبير لشخص بن يمين نتنياهو ولا نقول للحكومة على اعتبار بأن وزير الدفاع قد أعفى نفسه من هذا اللوم من هذه المسؤولية من خلال تسريمات ذكية حقيقة قام بها عن انفراد بن يمين نتنياهو بقرار رفض الصفقة لاحقاً هناك مجموعة أوراق داخل المؤسستين العسكرية والأملية تسببت في إشكال كبير ومواجهة كبيرة ما بين وزير الدفاع ممثلاً عن الجيش ومعه بكل تأكيد رئيس الأركان وبين رئيس النزراء والوزيرين أسمودرج وبين كبير مسألة في غاية الأهمية الخطط العسكرية التي قدمها بن يمين نتنياهو ولا نقول خطط عسكرية بقدر ما نقول رغبات بن يمين نتنياهو بالدخول إلى شمال الأردن ومروراً إلى دمشق والعودة إلى بيروت هناك العديد من الأحاديث في إسرائيل عن توجهات كبيرة لبن يمين نتنياهو معبر عنها شفاهياً بالقول أنه يريد أن يعيد صياغة خريطة الشرق الأوسط السياسي نعم أستاذ أحمد يعني هو على ما يبدو أن هناك خلافات فعلاً معمقة في الداخل الإسرائيلي وكما ذكرت حضرتك ولكن أيضاً اليوم كان هناك استهدافات هي الأكبر منذ العدوان على لبنان من قبل حزب الله على مستوطنات الشمال واستهداف أيضاً مطار بن جوريون وإخراجه عن الخدمة كيف من الممكن أن تقرأ هذه التطورات يعني دعينا نذهب إلى خطاب السيد نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله اليوم والذي أرسى قواعد اجتباك جديدة منها أولاً استعاب ما يحدث على الحدود ومواجهة المحاولات الإسرائيلية للتوغل والمسألة الثانية وقد قالها بصراحة أننا نذهبون إلى تكثيف القصف والضربات الجوية في العمق الإسرائيلي من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي جاء هذه الكلمة أو هذا الخطاب بعد ساعات قليلة على رشقة صاروخية كبيرة طالت تل أبيب ومطار بن جوريون ومطار الدوي والعديد من الأمكن الأخرى في إسرائيل هذا اعتبر بمثابة وضع استراتيجية جديدة تنفي أو تلغي الاستراتيجية السابقة التي نهجها حزب الله والتي كانت قائمة على مبدأ الصبر الاستراتيجي واستعاب الضربات اعتمادا على قاعدة بأن هذه الجبهة جبهة مساندة ولكن اليوم الأمين العام لحزب الله السيد نعيم قاسم قالها بصراحة نحن نتعرض لعدوان إسرائيلي وحرب واسعة منذ أكثر من شهر وعلينا التعامل وفق قواعد الاشتباك نحن لا نركن إلى السياسة أو الدبلوماسية الميدان فقط هو الذي سيحدد وأردف قائلا أن الوسط الإسرائيلي سيعاني وصولا إلى ضغط المستوطنين على حكومتهم إذن اليوم إسرائيل في حالة جديدة حقيقة من قواعد الاشتباك أنا أتوقع أن الحزب سيضاعف وإن كانت بأعداد متواضعة سيضاعف قصفه لتل أبيب وإلى ما بعد تل أبيب إلى معظم المدن الفلسطينية المحتلة شاهدنا قبل قليل أن بعض المسيرات وصلت إلى مستوطنات شمال الطفة الغربية على الحدود الأردنية هذا يمكن وضعه في طار تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي يرساها حزب الله والتي عبر عنها اليوم أمينه العام والقائمة على إيلام الإسرائيلي بالجبهة الداخلية بما يتعلق بالحدود اللبنانية الفلسطينية هنا أكد الأمين العام مسألة في غاية اللهمية وهي أن الاحتلال الإسرائيلي مزال يراوغ مكانه ويراوح مكانه يراوغ بمحاولة منه للتقدم ولكن سيد أحمد الآن هناك عاجل من هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن الجيش يبحث إمكانية إعلان انتهاء العملية البرية جنوب لبنان نعم هذا جيد أن هذا الخبر العاجل أتى الآن هذا يأخذنا إلى المربع الآخر وهو أن جيش الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أهداف داخل الأراضي اللبنانية وين دمر العشرات والمئات من القرى اللبنانية إلا أن المقاومة اللبنانية مزالت على الحدود الفلسطينية اللبنانية تفشل كل محاولات الاحتلال على طول الحدود من القاطع الشرقي والقاطع الأوسط والقاطع الغربي المحادث للبحر الأبيض المتوسط إضافة إلى استنزاف الاحتلال بالداخل وقواعده بالداخل الفلسطيني خاصة في منطقة هضبة الجولان السورية المقتلة إذن أمام هذه المعطيات على الأرض في الميدان أعتقد بأن الإسرائيل لا يوجد أمامه سوى تراجع الخطوات بمفردات دبلوماسية هذا يأخذنا إلى سبب إقالة جلانت كان واضح تماماً في حديثه فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية والساحة اللبنانية أنه لا يمكن لنا أن نحقق الأهداف التي رفعها بن يمين تنياهو وهذا جزء كبير من سعي بن يمين تنياهو وصولاً إلى اتخاذه القرار الذي ماهد له من خلال إحضار إعادة جدعون سعر إلى الوزارة إلى الحكومة من أجل زيادة أعضاء الكنيسة وتثبيت وتدعيم الجبهة الداخلية خاصة لحزب الليكود الذي ينتمي إليه جانت إضافة إلى مسألة أن يؤف جلانت والجيش على قناعة مطلقة أن تحقيق انتصار في الأراضي اللبنانية هو غير والد وغير ممكن ولكن إصرار نتنياهو على تحقيق هذه الهداف خاصة عندما تقدم بالكنيسة الإسرائيلي في جلسة الافتاحية بعد أن عادت من الإجازة السنوية الصيفية قال أننا نريد نصراً مطلقاً وحدد فصل النصر المطلق يعني تدمير المشروع النووي الإيراني وتدمير حزب الله ولم يتطبق إلى مسألة الليطانية الآن هذا التراجع الذي تفضلتم بذكري هو حقيقة تراجع استراتيجي ممكن أن نبني عليه مرحلة جديدة في المنطقة نعم أشكر كل الشكر السيد أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والخبير في شؤون الإسرائيلية على كل هذه التفاصيل كنت معنا من الخليل